السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا لا يوم الخميس 25 تموز يوليو القمر اليوم موجود في برج الحوت لغاية الساعة 2 و 51 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج بعدها بده ينتقل لبرج الحمل ورح يظل موجود في برج الحمل لها الساعة 5 و 22 دقيقة بعد عصر يوم السبت أيضا اليوم عنا انتقال عطارد اللي رح ينتقل من برج الأسد لبرج العذراء ورح نحكي عن فترة التراجع اللي رح يتراجع فيها في العذراء وفي برج الأسد القمر الآن موجود في منزلة المؤخر وهي منزلة إلى الربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر ورح يظل القمر موجود يعني لمدة ثلاث ساعات تقريبا ونص من بعد بث هاي الحلقة بعدها ما اللي هو مساء الأربعاء لغاية الساعة 5 و 53 دقيقة مساء بعدها بده ينتقل إلى منزلة الرشا ورح يظل موجود في منزلة الرشا من ساعة مساء الأربعاء اللي هي منزلة إلى العلاج والربح والسلامة والصلاح لغاية الساعة 2 و 52 دقيقة من عصر اليوم الخميس بتوقيت جرينتش بعدها بده ينتقل إلى منزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان والعمليات الصغرى تقليم الأظافر وقص الشعر القمر الآن موجود في برج الحوت زي ما ذكرنا رح يظل لساعات ما بعد العصر في الحوت فبيلعب الجانب الروحي من الآن وحتى ساعات العصر الجانب يعني مهيمن ومسيطر على حياتنا اللي هو الجانب الروحي بنشعر بعدم القدرة على التركيز على موضوع معين نشكوه ونكشف عن مشاكلنا للآخرين ونجد صعوبة في اتخاذ قرارات البعض ممكن يتهرب من المسئولية أو من المواجهة أو من الالتزام في بعض الأمور كثير من الخاسرين والفاشلين عاطفيا ممكن يعانوا من مشاكل في الحب ويديروا ظهورهم أو يضرفوا الدموع بالإضافة إلى ذلك بيتغيب عدد كبير من العمال عن العمل بسبب مرض أو التهرب منه العمل بسبب الملل أو الإحباط أو عدم الرغبة في العمل طبعا في خلال هاي الساعات لغاية ساعات العصر ممكن لبعض الأشخاص أنهم يبدأوا علاقة حبة جديدة يمكننا التأمل والصلاة والمشاركة في الأعمال الفنية مثل الشعر والرسم والتصوير أو زيارة المرضى وشراء كاميرا ومعدات فنية أو البدء بعمل فني بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون ساعة 9.19 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها تمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة في سينما الفن والميل لكل ما هو مدهش وغريب ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اللي ما قبل خلو المسار زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون ساعة 22.30 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث عليه فانو أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل وهذا هو الوقت المناسب للراحة لأنه الفترة هي بتزيد حساسيتنا ورومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال الفنية مثل المسرح أو الروحانيات بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي إلى القمر اللي رح يبدأ الساعة 22.30 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج وبينتهي الساعة 22.51 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو قطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 22.51 دقيقة عصرا خلاص القمر بنتقل هيك وبيستقر في برج الحمل وببلش يشكل أول زوايا لإله فمن ساعة العصر وما بعد بتشعروا بأنك أكثر نشاط في العمل أكثر تصميما أكثر استقلالية ممكن نبدأ بمشروع جديد ولكن من المرجح أن تكون أفعلنا متسرعة أو متهورة فعشان إكنا ندرس خطواتنا علينا أن نكون حذرين أيضا على الطريق أكثر أثناء الحركة أو قية السيارات منلاحظ أيضا خلال هذا الوقت أنه منفقد صبرنا في تعاملاتنا مع الآخرين وهذا شيء ممكن يؤدي إلى مشاكل وحجج غير ضرورية نفقد دبلوماسيتنا وبتسيطر علينا العصبية وفرض الرأي والتحكم بالغير دائما لما بكون القمر موجود في برج الحمل من يقول أنه يوصى بإجراء فحص للعيون إذا لازم الأمر لذلك أو مراجعة طبيب عيون أو تعديل تسريحة الشعر أو إقامة حفل ما طبعا بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية راح تكون الساعة أربعة واثناشر دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيج متعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواحب روحانية وبتدفعنا للإبداع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية راح تكون الساعة ثمانية وثمانية وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ونصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثديث إيجابية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية راح تكون الساعة ثمانية وخمسة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهو الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة بالنسبة للحدث اللي راح يصير الساعة عشر واربعين دقيقة مساء اليوم الخميس هو انتقال عطارد من برج الأسد لبرج العذراء طبعا عطارد راح يضل بحركة أمامية في برج العذراء من مساء اليوم الخميس ساعة عشر واربعين دقيقة مساء زي ما ذكرنا راح يضل في حركة أمامية لغاية الساعة أربعة وستة وخمسين دقيقة صباح يوم الاثنين خمسة ثمانية بعدها بده يبدأ بعملية التراجع اللي هي التراجع الثاني اللي خلال هذا العام فبيبدأ عملية التراجع من خمسة ثمانية صباح خمسة ثمانية لغاية الساعة اتناعش وخمسة عشر دقيقة بعد منتصف ليل الأربعة على الخميس اللي هو سبعة وعشرين ثمانية بعدها بده يتراجع من العذراء لبرج الأسد ويكمل تراجعه ورح يستمر في عملية التراجع طبعا لغاية سبعة وعشرين ثمانية يعني عنا فترة تقريبا اللي هي من خمسة ثمانية لسبعة وعشرين ثمانية هاي فترة التراجع من خمسة ثمانية لسبعة وعشرين ثمانية هاي فترة التراجع ولكن الآن اللي هي المرحلة الأولى اللي احنا رح نذكرها اللي هو من خلال اليوم لغاية يوم خمسة ثمانية هاي فترة رح يكون فيها إيجابي ودائما لما بيكون أعطارد في حركة أمامية كما هو حاصل حاليا من كون أكثر قدرة على التركيز والتفكير على عكس الفترة اللي بيتراجع فيها لأنه في فترة التراجع بصير عنا تشتو الذهني طبعا الحلقة الكاملة صارت موجودة على القناة اللي بدي يستفيض بالمعلومات يتابعها أكثر خلال الفترة القادمة طبعا اللي بدي يكون فيها بمسار أمامي اللي هو من اليوم لغاية صباح يوم خمسة ثمانية بيشعر موليد العذرة بالرغبة في الدراسة والمطالعة والقدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظرهم وبتكثر عندهم الاتصالات والتنقلات وبيستفيد معهم موليد الأبراج الترابية مثل الثور والجدي والمائية اللي هم السرطان والعقرب والحوت وكذلك كل شخص تواجد لديه ساعة ولا تكوكب عطارد في برج العذرة طبعا بتبشر حركة عطارد دائما باكتشافات جديدة فيما يتعلق بالاتصالات والموصلات أو عقاقير طبية ناجحة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الأضافية خلال هذا اليوم طبعا من الآن وحتى ساعة العصر عندنا القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية الإندورفين وهو الهرمون المساكل للألام وهو الميلاتونين وهو الهرمون المساعد على النوم هذولا من الآن وحتى ساعات العصر هم من الأكثر حساسية من ساعات العصر وما بعد بصرنا الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرين والدم طبعا خلال هذا اليوم يوصى به جراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها يعني الأشخاص اللي عندهم أشياء لها علاقة بالأسنان جاء خلع سن مثلا حشوة سن تلفيس سن هاي عمليات صغرى أو مش عمليات صغرى حتى عمليات الجراحية اللي هي تحتاج لتخدير كامل جراحة فك أو أشياء من هذا القبيل أما باقي الأعضاء زي ما ذكرناها طبعا يوصى بجراء العمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة دون فترة خلو المسار مناسب مرضو لا إزالة الشعر الزاد بالليزر أو بالطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل ويستقر في برج الحمل خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة بيبدأ ساعة عشر وثلات عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى بعد عصر يوم السبت أي تمام ساعة خمسة واثنين وعشرين دقيقة بعد العصر أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمر عشرين يوم ساعة سبعة واربعة وثلاتين دقيقة مساء نبدأ في اليوم الواحد وعشرين نسبة الإضاءة أربعة وسبعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم اثنين وعشرين ثمانية طبعا سعيدة بنسبة سبعين في المية الآن ساعة الفجر سعيدة بنسبة ستين في المية ساعة الصباح سعيدة بنسبة خمسة وثمانين في المية القمر في الحوت وبعدها بده ينتقل للحمل ورح يضل في الحمل ليوم سبعة وعشرين سبعة منتحس الآن بنسبة خمسين في المية ساعة الظهر سعيد بنسبة عشر في المية ساعة المساء منتحس بنسبة عشر في المية عطارت في الأسد ورح ينتقل للعذراء طبعا رح يضل في حركة أمامية لصباح يوم خمسة ثمانية منتحس بنسبة أربعين في المية الزهرة في الأسد حتى يوم خمسة ثمانية سعيد بنسبة 30% المريخ في الجوزاء حتى يوم 4-9 منتحس الآن بنسبة 30% ساعة الظهر سعيد بنسبة 30% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% ورنس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% ونبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الدلو بيتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر راح يظل موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات العصر زي ما ذكرنا فبضل التعب مسيطر عليكم حاولوا انكم ما تتخذوا اي قرارات حاسمة حاول انك تتروى حاول تعمل بشكل روتيني وما تكون عصبي من ساعات العصر طبعا وما بعد بتبدأوا فترة افضل بتعيدلكم نشاطكم المفقود وبتبدأ فترة مثمرة وناجحة ممكن تتمم مصالحة أو تقرب المسافة بين الأحبة عضورك مميز وبتنشط وطيرتك للعمل وبتتسارع الأحداث نظم جدول أعمالك تفادي للتقصير برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا النشاط الاجتماعي وعلاقاتك مع الأصدقاء والمعارف بالظل ناشطة جدا لغاية ساعات العصر ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلي أو مناسبة أو تسعد من لقاء بعض الأصدقاء أما من ساعات العصر وما بعد بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم لا تراهن على أي نتيجة ما توقع ورقة أو عقد وحاذر من التراجع المعنوي وحاذر الفوضى والتأخير وخيبات الأمل وما باشر بأي عمل جديد عشان ما تمنى بالخيبة حاول أنك تستغل الفترة القادمة اليومين والقادمين بالعمل الروتيني فقط برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بتكو تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل ممكن يكون لك اليوم لقاء أو تعامل مع المسؤولين عنك بالعمل أهم شيء أنك ما تشوه سمعتك بتصرفاتك من الآن وحتى ساعة العصر بمجازفات ومخالفات قوانين أو عصبية من ساعة العصر وما بعد بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم فترة جيدة بتفتح أمامك أبواب التعارف والصداقات ممكن يعني شوية تكون هيك مضمئن البال بتظهر ليوني وبتتكيف مع المستجدات وبيرتفع رصيدك وشعبيتك خلال هذا اليوم بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا النشاط بالاتصالات الخارجية أو التعامل مع الأجانب أو الدراسة أو الامتحانات بظل هو سيد الموقف لغاية ساعات العصر وبإمكانك تعزيز العلاقة مع الأحبة ولكن ساعات الظهر وما بعد اللي بدي تقدم لامتحانه مقابلة بده يستعد بشكل جيد ويحذره على الطرقات خصوصا الطرقات الخارجية أو أثناء السفر أما من ساعات العصر وما بعد بدكوا تحاذروا موقف مفاجئ للشريك أو زميل تطرأ تغييرات بتثير غضبك أو إشمئ زازك شوي هيك ممكن تتعصب من تصرف ما وخصوصا من رئيسك بالعمل وبتعرف نوع من أنواع المواجهة في العمل بتزعجك وربما تشكو من بعض التحديات فهدئ من روعك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا رح يظل التركيز على الأمور المالية المشتركة اللي هي بنك ضريبة تأمين حسابات ديون أمال الزوج الزوجة مشتريات فوتير أشياء من هذا القبيل هذا الشيء اللي رح يظلم سيطر عليك خلال هذا اليوم أرق وقلق من الوضع المالي لغاية ساعات العصر أما من ساعات العصر وما بعد بتنشطه بالاتصالات أو السفر لبعيد أو ممكن تحضر لرحلة أو تنشطه في مفاوضات وأبحاث أي فترة إيجابية ومثمرة بتكثر وبتسهل حركة التواصل مع الآخرين استغل كل الفرص لإنجاح أعمالك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم سواء شراكات المال أو العاطفي منه الآن وحتى ساعات العصر ممكن يكون في نوع من أنواع العمل المشترك ولكن ضبط الأعصاب مطلوب لأن القمر ما زال موجود مقابلكم تماما من ساعات العصر وما بعد هنا بتنهمك بإعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة أهم شيء إنه ما تهمل وضع صحي أو قانوني ممكن تكون هدف سهل للمشاكل الإدارية أو القانونية فبدك تحرص على استقرارك وعلى التفاصيل أيضا بانتظارك أحداث مهمة مصيرية تنقلاتك مع المرحلة أو تنقلاتك في أي مرحلة من مرحلة لمرحلة أخرى برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً بدك تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وما تبادروا لأي عمل جديد حاول إنك تنجز الأعمال المتراكمة عندك حاول إنك ما تدخل بأي صدام أو مشاكل مع زملائك بالعمل وانتبه وراقب صحتك من الآن وحتى ساعات العصر أما من ساعات العصر وما بعد هو أن القمر رح يصير مقابلك تماماً صحيح أنه بترغبوا في تعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية أو ما بين الأزواج ولكن طباعك حادة وهذا شيء ممكن يثير تحفظات وردات فعل سلبية عليك تجنب المشاكل قدم بعض التنازلات إذا دعت الحاجة وحاول إنك تبحث عن التوازن والاعتدال بكل شيء برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً بتظل العاطفي قوية عندكم وبتميلوا للتقارب مع أحبائكم أو أبنائكم وبرضو للتجاوب معهم معتكم ممكن يفرح لخبر أو لمناسبة أو لحدث معين أما من ساعات العصر وما بعد هنا بتكن تنتبه لصحتكم بتلازمك الواجبات من منذ الصباح الباكر بترافقك مشاعر مختلفة معظمها فيها قلق نظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تخصير أو تأخير وحاول إنك ما تهمل صحتك ولا الواجبات اتجاه الأحبة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً بتكون تتجنه وإدخال أي تغيير جذري على مسكنكم من الآن وحتى ساعات العصر حاول إنك تعمل بشكل روتيني يعني ممكن يكون في بعض الأمور اللي تتعلق بالبيت أو حدث معين أو مشاكل معينة أو عطل معين بدك تكون مرن جداً بالتعامل معاه أما من ساعات العصر وما بعد وأنا بتزداد رابطكم في التقرب والتفاهم مع أحباءكم اليوم من ساعات العصر وما بعد بيكون لك في فرصة مناسبة لمصالحة أو لتسوية أو لا تعارف أو لا ارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالي وقدرتك على استيعاب الأمور أيضاً عالي جداً برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً اللي بدي يتقدم لإمتحان بده يركز بشكل جيد ويحاول إنه ما يتسرع بالإجابات وإحذروا أيضاً على الطرقات أثناء تحركاتكم من الآن وحتى ساعات العصر رح يظل في نشاط بالحوار والنقاش رح يظل في سرعة بديها قدرة على إنجاز بعض الأمور وها أيضاً جهيدة للأمور التجارية من ساعات العصر وما بعد بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية ولكن تكونوا عدوانيين وهذا الشيء بسبب مزاجكم أو خلاف أو سوء تفاهم عليك الحذر أثناء التنقلات وأثناء قيادة السيارة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً بتكونوا تتجنبوا المغامرات المالية من الآن وحتى ساعات العصر صحيح أنه في فرصة لمكسب مالي هذا المكسب بيجي عادة من عمل إضافي مستردات هبات أو دعم ولكن ما بنصح بالمغامرات المالية من الآن وحتى ساعات العصر بتكونوا تخففوا من نفقاتكم أما من ساعات العصر وما بعد بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومن المحتمل أنه يعاني البعض منكم بعض المشاكل أو النزاعات مع رفيقه أو رئيسه في العمل أو الزوج لأسباب بتعود للأمور المالية فعشان هيك عليك تجنب التفذير برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً بظل النشاط نسيطر عليكم خلال هذا اليوم وعندكم قدرة على إتمام كثير من الأعمال طاقتكم ممتازة جداً ولكن حاولوا أنه ما تتخذوا قرارات حاسمة وما تترك الوسواس والشك أنهم يسيطروا عليك أما من ساعات العصر وما بعد بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم لكن بيكون مزاجكم سيئ وبتكونوا قليلي الصبر وهذا الشيء ممكن يسبب لكم نزاعات مع محيطكم أدك تكون هادئ جداً وتحاول أنك توصل المعلومة بشكل جيد صحيح أنه رح يكون في بعض المكاسب المالية وتفتح لك فرص ممتازة ولكن الهدوء هو سيد الموقف هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء